السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية ضبور أو الدبابير في المنام الضبور هو علامة سوء ويدل على ضيق أو أزمة مالية خانقة ولدغته تدل على نوايا الآخرين بإلحاق الضرر بك أما قتله فيدل على النجاح رؤية الضبور تعني أن الأعداء سوف ينتقدونك ويشوهونك بحقد إذا لسعك ضبور فسوف تشعر بأثر من الحسد والقراهية وإذا قتلت الدبابير فسوف تكون قادرا على أن تخنق أعدائك وأن تحافظ على حقوقك دون خوف وإذا حلمت بضبور فأن هذا يدل على انقطاع صداقة طويلة وخسارة للمال إذا حلمت فتاة أن ضبورا لسعها أو أنها في عش دبابير فأن هذا ينبئ أن عدة نساء حسودات يسعين إلى الحط من قدرها أمام معجبيها يقول الإمام ابن سيرين في رؤية الضبور في المنام بأنها تدل على الخصمة والعدو الحقود الدفين الذي يتربص بصاحب الرؤية وينتظر منه زلته لينهال عليه بالانتقاد والمعارضة والذي يرى في منامه بأن ضبورا قم بلده فأن رؤيته تدل على أن الرائل له خصومة الكارهون له أو أنها تدل على الحسد الذي يصيبه من قبل شخص يكرهه والشخص الذي يرى في منامه أنه يقوم بقتل الضبور أو الدبابير في المنام فأن الرؤية تدل على قوة الرائل ومقدرته من إلجام عدوه وأيضا تدل على أن صاحب الرؤية يستطيع أن يحمي حقوقه من قبل خصومه وقيل في رؤية الضبور في المنام بأنها تعني بالجفاء الذي سيحصل بين صديقين حميمين ومحبين لبعضهما البعض وقد تدل على الخسران للمال والبنت التي طرى في منامها بأن ضبورا قام بلدغيها أو أنها وجدت نفسها في بيت للدبابير فأن رؤيتها تدل على أن هناك عدة نسوة يسعون إلى تشويه صورتها وسمعتها أمام الآخرين والضبور في حلم العزباء رجل يطمع في النيلة من شرفها وللمتزوجة خصام مع الزوج أو مشاكل مع أهله الضبور في المنام شخص غوغائي من الأوباش وهو محارب ومقاتل دخول الدبابير بقصرة إلى موضع أو مكان يدل على هجوم الجيش والعساكر ذو الشجاعة والبأس والشدة وقيل الدبابير ترمز إلى قوة الحاكم وجنده وعسكره وهي دل على الحرب والنزاعات والقتال الضبور في موضع آخر من التأويل قد يرمز إلى الرجل المجادل في مسائل الباطل وهو سفيه دنيء لا مرؤ له ولا دين لسعد الدبور أو لدغته أو قرصته تدل على كلام سيء وإفق مصدره الأوباش والأرزال من الأشخاص تدل رؤية العس في الحلم على هموم بسيطة ستقودك إلى اتخاذ إجراءات سريعة يقول النابولسي أن الدبور في المنام يرمز إلى العدو المقيت وأحيانا يرمز الدبور في الرؤى إلى اللصوص والبلطغية وقطاع الطرق وقيل كذلك الدبور في الحلم يرمز إلى الرجل الذي يكتسب ماله من الحرام والرزيلة فإن رأى صاحب الحلم كأن الدبابير دخلت مدينته أو بلدته فأن السفلة من القوم يجاورونه كثير ما يدل الدبور في المنام على الرجل صفاق الدماء أو القاتل أو المجرم ويدل أيضا على الشخص سيء الطبع البغيب الذي لا ترجى من وراءه منفعة يحمد في التأويل أو تفسير الأحلام أن يقتل الرائد الدبور أو يدهسه أو يضربه بخفه أو نعله أو حزاؤه فإن هو رأى ذلك فأنه ينجو من عدوه أو يصفر به حتى يغلبه ويدفع النفس المضر والسوء تفسير رؤية الدبور في المنام لابن شهين الدبور في المنام أو الحلم يدل على رجل صاحب هم وبأس فمن رأى في المنام كأن دبورا يعض أو يلسعه أو يلدغه فأنه في يقزته أو صحبه يتعرض إلى غم وهم من قبل رجل بغيب أو امرأة صليطة اللسان الدبور كذلك يرمز في الحلم إلى شخص ماكر لا يمكن التخلص منه إلا بمكر وخديعة ومن رأى صاحب الحلم كأنه يطارد الدبابير ويخرجها من بيته فأنه يتخلص من هموم كثيرة والرؤية على أي حال تعد في هذا السياق خيرا تفسير حلم صوت وطنين الدبور في الحلم صوت الدبور في الحلم يرمز إلى مواعيد أو عهود كاذبة من شخص يطعن في الأعراض ويقول الدنيء والسيء من القول في حق الأشراف من الناس صوت الدبور في الحلم دل كذلك على النميمة من قبل الفاصقين والحاقدين وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء